تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع ولمعي بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية بمضبوطات بلغة قرابة 126 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 110 أطنان كما تم ضبط قرابة 16 طن في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية والغير غذائية أما في مجالي قضايا المخابس فتم ضبط 720 قضية من بينها 122 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للموصفات